نبدأ أخبارنا المحلية مع نادي الزمالك والي بيختتم تدريباته بقيادة البرتغالي فريرا استعداداً لمواجهة إسترن كومبني ومقرر لها بكرة يوم الثلاث في الجولة الأربعة والثلاثين والأخيرة أكيد من مسابقة الدوري المصري الممتاز هيخود نادي الزمالك تدريباته وبعد كده هيعلن الجهاز الفني قيمة اللعيبة اللي تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة ويدخل بطل الدوري المباراة محتل صدارة الجدول ورصيده 77 نقطة بعد مخاض 33 مباراة فاز الفريق الأبيض في 24 مباراة اتعادل في خمس لقاءات وخسر أربع لقاءات أحرز لعيبة نادي الزمالك 61 هدف واستقبلت شبكهم 27 هدف نسا مكملين معاكم أخبار نادي الزمالك وبيواصل مسؤولين نادي البحث عن صفقات جديدة في المركات والصيفي القادم بيبحث أكيد مسؤولين نادي الزمالك إزاي دعموا صفوف الفريق بلعب في خط الوسط بجانب المغربي زكريا الوردي أكيد بترغب إدارة الفارس الأبيض أن هما يتعقدوا مع مروان عطية نجم فريق الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية بعد ما أبدأ البرتغالي فريق رغبطه في ضم اللعب وبتستغل دلوقتي إدارة النادي الزمالك العلاقات الطيبة ما بين الزمالك وما بين زعيم الثغر عشان تني الصفقة دي بالشكل رسمي دخل مسؤولين نادي بيرامدز كمان في خط المفاوضات مع نجم الاتحاد السكندري في الموسم الحالي بعد ما ظهر طبعا اللعب مستمه مميز جدا بأميس زعيم الثغر في الموسم الحالي لسا مكملين معاكم أخبار نادي الزمالك وبيسعى أكيد مسؤولين النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور إزاي يحافظوا على وجود المدرب البرتغالي فريرا عشان يستمروا في المنافسة على الألقاب ويقدموا الأداء المطلوب وكمان يتوجه بالبطولات وبيرتبط دلوقتي فريرا بعقد مع نادي الزمالك لمدة موسم ونص بعد التعاقد معاه خلفا للفرنسي فاترس كارتيرون في منتصف الموسم الجاري وقدر أنه يحصد لقب الدوري ولقب الكاس وبتواصل لأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكورة مع محامي وزوجة كمان فريرا عشان يقنعهم ببقاء الخواجة مع الفريق وعدم الرحيل قدم أمير مرتضى منصور عرض ضخم لفريرا يستمر في قيادة الفريق حتى عام 2024 ويحصل على راتب شهري بيوصل لـ 210 ألف دولار كمان بينص العقد الجديد على حصول فريرا على مكافأة خاصة بالفوز ببطولة الدوري وهي شهرين وثلاث شهور كمان في حالة الحصول على دوري أبطال أفريقيا وشهر في حالة الفوز بكاس مصر ترجمة نانسي قنقر